عملية التعذيب باتت ممنهجة في سجون الحوثيين حقيقة رسختها شهادات تضمنتها تقارير المنظمات الحقوقية وتوصل إليه المرصد الأورو متوسط في أحدث تقرير له حول مصير 36 معتقلا من النشطين السياسيين والصحفيين في السجون الحوثية المرصد الذي يتخدم من مدينة جينيف السويسرية مقر له أدن في أحدث تقرير له حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن استمرار تعرض العشرات من المعتقلين اليمنيين للتعذيب الممنهج والمعاملة اللا إنسانية والمهينة من قبل سجانيهم في مراكز الاعتقال التابعة لجماعة الحوثي في ظل شهادات بأن عمليات التعذيب باتت ممنهجة وتصل في بعض الحالات إلى حد التعذيب حتى الموت ركز تقرير المرصد على الكيفية التي تسير بها إجراءات محاكمة 36 ناشطا حقوقيا ومعارضا وصحفيا على ذمة قضايا ملفقة تتعلق بتنفيذ اغتيالات أو تجسس لصالح قوات التحالف العربي وذلك بناء على دعوة من النيابة العامة في صنعاء التي تعمل تحت سلطة الأمر الواقع في هذه المدينة المرصد أعرب في تقريره عن القلق على مصير المعتقلين عقب تغيب بعضهم عن آخر جلسات المحاكمة التي عقدت يوم الثاني من هذا الشهر كما حدث مع الدكتور يوسف البواب الذي لم يحضر جلسة المحاكمة الأمر الذي يعزز المخاوف حول مصيره بعد تأكيدات من مصادر على اختفائه من داخل المعتقل تقرير المرصد الأورو متوسط أوضح أن معظم المعتقلين يقبعون في زنازين فرادية ويمنعون من تناول الطعام والدواء ما يعرض حياتهم للخطر الشديد ويجعل أوضاعهم الصحية في تدهور مستمر إذ يبدو بشكل جليا على أجسادهم آثار سوء التغذية والرعاية الطبية وحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين وطالب بالوقف الفوري لعمليات التعذيب الممنهجة بحق المعتقلين أوضاع المعتقلين في سجون الحوثيين تناوله تقرير صدر قبل ذلك عن منظمة سامر الحقوق والحريات ومقرها جينيف أكد أن ميليشيا الحوثي تمنع أهالي المعتقلين في سجن الأمن السياسي من زيارة أقاربهم وتمنعهم كذلك من إرسال الملابس النظيفة والدواء والطعام الذي كان يحضره الأهالي لمعتقلين كل أسبوع أو أسبوعين تقرير المنظمة ركز على الانتهاكات التي تطال المعتقلين وتشمل فيما تشمل وضع القيود والاعتداء بالضرب والزنازين الانفرادية في ممارسة وصفتها سام بأنها ممنهجة وتشكل انتهاكا جسيما للقواعد النموذجية المتصلة بمعاملة السجناء وخرقا للمعاهدات والقرارات والتوصيات الخاصة للسجناء